الدستور الأمريكي وبإصرار شديد من الآباء المؤسسيين أيها الإخوة رقم فيه كتب فيه فقط الذهب والفضة هكذا بالحرف فقط الذهب والفضة يمكن أن يكون نقداً مالاً عملة فقط لأنه لا يمكن طباعة همى طيبين كانوا واضحين طبعاً البشر منذ خمسة آلاف سنة شرحت لكم بداية القصة بسهولة أيها الإخوة اكتشفوا الذهب فعلاً كعملة حقيقية مخزن للقيمة بلغة الاقتصاد مخزن للقيمة يعني أنت تتعب الآن تعزق في الأرض ترب الماشية تقطف الثمار تصيد الصيد تنشئ تختارع تبني تصمم من الأخير جهود هذه وقت وإبداع وعمل وأمل ولم الصحيح وأحياناً فراق وهجرة ودموع تعب البشر وإن يذهب هذا كيف يمكن أن يقيم هذا يخزن في مخزن القيمة بالذهب جهودك هذا لألف ساعة يساوي مثلاً عشر ذهبيات جهود هذا يساوي ثلاث ذهبيات شيء جميل وعادل شيء جميل وعادل حقيقة هذا مخزن القيمة هذا مخزن القيمة حتى الأوراق النقدية حين تكون مغطاة بالذهب مخزن القيمة هي مخزن القيمة جميل جداً وعلى فكرة الآن غدا الدولار ليس مالاً انتبهوا قبل سنوات حين كان ملتزماً بالاتفاقية حين كان مغطاً بالذهب كان ورق الدولار ماذا؟ كان مالاً 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 حقيقي هذا بدليل انك كنت تستطيع ان تأخذ ورقة الدولار هذه من اي فئة شئت وتذهب الى البنك وتستعيض بماذا؟ بالذهب نريد ان تذهب بقيمة هذا كل 35 دولار سوي أنصة ذهب ولماذا صحيح؟ انا عندي 350 عشر أنصة تعطوني 286 جرام ذهب يعطوك عادي لازم هذه معنى هذا الفرق اذا بين المال بين المال وبين ماذا؟ ما صار يدعى بالأوراق المالية فيات كرنسي 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 ورق هذا ورق ورق فقط مجرد ورق عنده هيبة هيكة من غير حقيقة وأرقام كل ورق مرقم يعني اي واحد يطبعها احنا اللي منطبع ومن اللي يستفيد من هذا وكيف تتم سرقة جهودنا اذا؟ انا الصحية انا اشتغلت ب1000 دولار المفروض 2000 دولار بتساوي ايش؟ مثلا 300 ساعة شغل ليش الحين صارت قيمتها ايه؟ كأنها ايه؟ عن 400 ساعة يعني شغله صار ايه؟ قيمته اقل طب ما هو شغل شغل في الحقيقة عملك جهدك انتاجك لا تقل قيمته قيمة الاشياء في حذ ذاتها لا تزيد قيمة الورق هذا هي التي ايه؟ تنقص هذا اللي يحصل هتقول لي هكذا في المثال صح انا جهدي انا عملت 300 ساعة شغل نفس 300 ساعة قبل 10 سنين كنت باخد عليهم كذا كذا ولم الصحيح وقوة شرائية معينة كان يوفرها ليه هذا النقد الاهل لا لا يوفر لي نصف هذه القوة ما الذي يحصل طب ما العمل هو نفس العمل قالك لا 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 العيب مش فيه العيب ليس في المنتجات ولا في الخدمات ولا في الإبداع ولا في الجهد ولا في العرق العيب في هذا الورق الذي ايه؟ صارت قيمته تنقص لماذا تنقص؟ لأنه فكر ارتباطه بالذهب هتقول لي هذه أكبر خديعة أكبر سرقة بالظبط هذه السرقة سوف ترون بعد قليل كيف صارت هذه السرقة مقننة يعني كما نقول نحن مشرعنة سرقة مشرعنة مقننة بالقانون بقوة القانون اللي هو أصبح لعب أيضا أخدوعة